اشتركوا في القناة الشرارة التي نجمت عنها الحرب الحالية في قطاع غزة تقدر مساحة الحي بثمانمائة وثمانية دنومات ويضم نحو ألفين وثمانمائة نسمة منهم ستمائة فرد ينتمون إلى ثمان وعشرين عائلة مهددون بالطرد إضافة إلى مائة وستين فرد منهم وصلتهم مؤخرا أوامر قضائية لإخلاء منازلهم استمد حي الشيخ جراح اسمه حسب عدة مصادر من شخصية تاريخية صاحبها حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحي الملقب بالشيخ جراح تمتع بمكانة رفيعة في عصر الدولة الأيوبية وكان أميرا وطبيبا خاصا لصلاح الدين الأيوبي وفي عام الفين واثنين تم طرد ثلاثة وأربعين فلسطينيا من حي الشيخ جراح ومؤخرا نشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائقة تؤكد أحقية العائلات الفلسطينية في بيوت الحي الذي يضم معالم عمرها يزيد عن ثلاثة وسبعين عاما كقصر كرم المفتي الذي بني عام الف وثمانمائة وأربعين وتحول بعدها إلى فندق الشيبارد وهدم عام الفين وأحد عشر إضافة لغيره من المنازل التي تعود ملكيتها إلى عائلات مقدسية كالحسيني والنشاشيبي اشتركوا في القناة